منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل بدأ الفرز السياسي والإعلامي تجاه القدس يتبلور بين مهتم بها كقضية أولى وبين من يدس الاعتداء على شرعيتها ومستقبلها كعنوان ثانوي كان ذلك سابقا يظهر في الأدبيات بالامتناع عن وصف الفلسطيني بالشهيد أو بوصف الاستشهادي والفدائي بالانتحاري ثمت دول خليجية كبيرة لم تشهد شوارعها أي تظاهرة داعمة للقدس وللقبلتين وثالث الحرمين الشريفين يدرك الجميع أن من يريد التظاهر نصرة للقدس لا يمنع نفسه وأنه موجود في هذه الدول هكذا يقود السياق التاريخي والآني إلى أن السلطات هناك تمنع نصرة القدس في الشوارع ولهذا السياق ما يثبته لننظر إلى هذه الصورة مليا إنهم ممثلون دول المشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي لا حاجة للتمع فأميرال كويت وقطر صباح الأحمد الجابر الصباح وتميم بن حمد الثاني هما زعيمان الخليجيين المشاركان فقط رئيسات تركيا وإيران كان أول المشاركين فيما يبقى الغياب السوري القصري لأسباب معروفة نقصا يشوب أي حراك سياسي أو غير سياسي عنوانه القضية الفلسطينية لنعود قليلا بالذاكرة بالعشرات حضر زعماء عرب ومسلمون لملاقات ترامب في الرياض يوم زارها أما لأجل القدس فأقل من عشرين رئيسا وزعيما وملكة الفلسطيني وإن كان قد اعتاد الخذلان العربية والإسلامي وهزالة مضمون البيانات الختامية مقارنة بضخامة العدوان المستمر الذي يتعرض له ربما من حقه أن يسأل مستغربا عن حضور الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو إلى قمة الدول الإسلامية حول القدس بينما يغيب قسم كبير من رؤساء العرب عنها وكأنها ليست أولوية هي تبدو كذلك ليست أولوية هذا ما تؤكده جولة على شاشات الفضائيات في ساعة عقاد القمة وخلال كلمات المشاركين وخلال البيان الختمي فالشاشات السعودية والإماراتية امتنعت عن النقل المباشر للقمة الإسلامية الطارئة فيما نقلتها مثلا قناة فنزولية كتلسور علما أن القدس أقرب إلى الرياض وأبو ظبي بمختلف المقاييس الخبرية والسياسية من كاركاس ربما هو قرب للقدس أيضا لكن بالوجه الذي تريد إسرائيل فرضه على المدينة المقدسة وهذا ما يفسر على الأرجح الإهمال الإعلامي المتعمد لكل ما يمط إلى دعم القدس بصلة مهما كان مؤثرا أكان بيان قمة أم صاروخ مقاومة